من بعد التحذيرات الأمريكية للجزائر الأمور تستسارع في الصحراء المغربية وعندنا مصادر جيدة للإطلاع التي تحدث على الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والاتحاد الأوروبي حالياً يسارعوا الزمن في قلب الصحراء المغربية لإنهاء الموضوع تماماً وفي علاقة بهذا الموضوع هذا قد نرى الجزائر اللي فعلاً بدأت تقتنع بأن الأمر تحزم وما تقدرش تواجه القوى العظمى وبطبيعة الحال رامت هذه المرة التندوف وبغادت تخدم البنية التحتية لتهملات منذ ما يقارب الخمسة العقود فواش تقدر الجزائر فعلاً تدارك الموقف هذا هو الخبر الثاني اللي سنقشوه في هذا الفيديو الإخباري أما في خبر آخر سنتحدثوه على زيارة الوزير الخارجية الإسباني خوسمانويل ألباريس للمملكة المغربية لقاء اللي ما تمشي الإعلان عليه مسبقاً كان تم اليوم مع رئيس الحكومة المغربي سنعرف التفاصيل دياله كما يجب أما أخيراً نختم الفيديو ديالنا بهذا الخبر هذا من بعد ما تعرضت العقوبات من طرف مجلس المنافسة شركات تعدية الشركات في المملكة المغربية من بينهم شركة ديال رئيس الحكومة المغربي رئيس الحكومة المغربي كيقوم بالإقالة ديال نصف الناس اللي كيشتغلوا في هاد المجلس ديال المنافسة سنعرفوا باقي التفاصيل عن الأمر هذا ودين نقشوه كما يجيب ونختمو به الفيديو ديالنا ديال الأخبار ديالنا اليوم إلا كنت تهمك المواضيع بقمعنا للآخر باش تعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين كرام زوار موقع المهاجر نتمنى تكونوا باخر وعلى آخر في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال مرحبا بالجميع في هذا الفيديو الإخباري اللي عودناكم عليه يوميا من قناتكم قناة المهاجر بأخير الأخبار وأخير المستجدات نبدأوا على بركة الله بأول خبر سنقشوه في هذه الحلقة هذه قد نتحدثو على أشكي وقع حاليا في السحراء المغربية تحديدا في مدينة العيون المغربية إخوان كلنا عارفين بأن الولايات المتحدة الأمريكية حطات نقط على الحروف مع الجزائر وآخر تحذير تبلغت به الجزائر كان هو أنها تريد حل عاجل لقضية السحراء المغربية وما قادراش لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي ولا القوى العظمى ديالعالم ينتظروا ما زال على قضية السحراء المغربية بمن فيهم كذلك روسيا والصين قضية السحراء المغربية خصاة تحل لأنها المنقذ الأول ديالعالم من الاعتماد على الطاقة الأحفورية هذا الشيء هذا كنظن أنها مفهوم جيدا وفهمناها مزيان فهمنا أن جزائر تتواجه القوى العظمى كاملة ضد الرغبة ديالها طبعا للحال الجزائر قتر صحف واحد الموقف لا تحسد عليه أولا كيفاش غد يتواجه الشعب الجزائري اللي وهمته بالوصول إلى الموحيط الأطلسي هذه المدة كاملة يعني كتوصل للخمسة ديالعقود تقريبا وهي كتستمر في العداء ضد المملكة المغربية طمعا منها للوصول إلى الموحيط الأطلسي هذا الشيء هذا أصبح مستحيل بالنسبة العسكر الجزائر فبطبع الحال ونحن كنواكبوا هذه التطورات هذه كنلقاوا واحد الانفراذ واحد المصادر يعني جيدة الإطلاع كتقول أن وفد أمريكي رفيع المستوى ووفد ألماني كبير يحلان بالعيون بالتزامن مع وجود وفد أوروبي كذلك في مدينة العيون المغربية فعلمنا من مصادر جيدة الإطلاع أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى يضم مسؤولين ديبلوماسيين من الولايات المتحدة الأمريكية قد حل مساء أمس الأربعاء 13 دجنبر جاري بمطار الحسن الأول بمدينة العيون ومن المقرر أن يقوم هذا الوفد الديبلوماسي الأمريكي بزيارة لمقر بعثة المينورسو بالعيون بالإضافة إلى الشروع في العديد من اللقاءات والجوالات الميدانية للإطلاع على الوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي للساكنة بهذه الربوع من المملكة ويأتي تواجد هذا الوفد الأمريكي الهام بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء بالتزامن وتواجد وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي ووفد عسكري مماثل من جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمنطقة هناك نظره على دول اللي عندها رغبة في الاستثمار داخل الصحراء المغربية دول دولة من الحجم الألمانيا اللي كتعتمد على سيارات بيع السيارات وصناعة السيارات اللي عندها طموح أنها فعلا تحول الاعتماد على السيارات الكهربائية وكذلك على سيارات الهيدروجين الأخضر كذلك طاقة موضوع الطاقة هذي دول كلها اللي عندها رغبة في الحل ديال ملف الصحراء المغربية هذي كلها دول اعترفات مغربية الصحراء كذلك ألمانيا دول كتير من الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا اللي عندها الرئاسة دي الاتحاد الأوروبي حاليا دول اللي يقلقها جدا موضوع الصحراء المغربية وبغاية انتهي هذا الأمر هذا ويأتي تواجد هذا الوفد الأمريكي الهام بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء بالتزامن وتواجد وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي ووفد عسكري مماثل من جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمنطقة وكان وفد من الاتحاد الأوروبي قد حل بمدينة العيون والتقى بوالي جهة العيون ساقي الحمراء عبد السلام بركات الذي أطلع الوفد على مجهودات الدولة في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها المنطقة برعاية صاحب الجلالة الملك محمد الساديس كما شهدت مدينة العيون في اليوم الموالي زيارة بوفد عسكري رفيع المستوى من جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث توجه فور وصوله لمقر بعثة المينورسو والتقى بمسؤولي البيعثة حيث أطلع عن كثب على ظروف اشتغال البيعثة الأممية والإكرهات التي تواجهها في قيام بمهمتها الأممية المتمثلة في وقف إطلاق النار منذ سنة 1991 ما ننساوش أن بيعثة المينورسو تعرضت الاستهداف من طرف ميليشيات البوليزاريو في الأوينة الأخيرة هذه نقطة مهمة جدا وقد ضيف يعني يعني قد ضيف تفوق المملكة المغربية في هذا المينورسو إلى ذلك وتوقعت مصادرون أن تتوالى مجموعة من الوفود الأجنبية على مدينة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة ومع مستهل سنة 2024 وذلك في سياق حراك ديبلوماسي غير مسبوق بالمنطقة بالتزامن ومكاسب ديبلوماسية متقدمة يحصدها المغرب على مستوى الوحدة الترابية للمملكة المغربية العالم كله كله يتوحد على كلمة وحدة شنوية الكلمة هذه هي حل نهائي القضية الصحراء المغربية الأمر اللي الجزائر ما عرفتش كيف اشتواجهه فاشلقات يعني دك المولود اللي حتضناتو اللي هو البوليزاريو سنة 1975 كان عنده واحد دعم كبير من عدة دول في العالم في واحد الوقت سابقا هاد المرة هذي كتلقاتك الدول كلها كتنساحب وكتخلي الجزائر وحيدة داعمة لهذا الملف القاترة ها وحيدة وحيدة ومعرفتش كيف اشتجاري هاد التغييرات اللي كترأ حاليا على الصعيد الدولي في دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية كل نهار كتفاجأ الجزائر أكتر باش كتلقى دول اللي كانت قريبة قريبة بزاف من الجزائر في الدعم ديالها لميليشيات البوليزاريو جزائر تقدر تفاجأ شي نهار وتلقى جنوب إفريقيا بنفسها كتتعتارف بمغربية الصحراء وهذا هو الموضوع اللي قلنا سابقا الجزائر ستعترف بمغربية الصحراء الجزائر تستعيد للاعتراف بمغربية الصحراء لديها بحاليا مجبرون أخاك لا بطل ما تقدرش جاري وتواجه القوى الدولية الجزائر ما تبقاش قادرة تواجه القوى الدولية أولات مجبرة أنها تخضع المطالب دي القوى الدولية وهي الاعتراف بمغربية سحراء لا معحل وندوزو الخبر الموالي متبين الكرام وهنا غا نتحدثو على المؤشرات اللي كتدل على ان فعلا الجزائر بدتك تستسلم للرغبة الدولية وبدتك تستسلم للقرارات الدولية الجزائر كتقرر انها ستمر في تين دوف من بعد خمسا دي العقود اللي هملات فيها المنطقة وخلاتها كوقر لدعم معادات المغرب قدروا تجبوها بالطريقة هدي تين دوف اللي أصلا هي أراضي مغربية اللي اقتطعتها فرنسا من المملكة المغربية وهدتها للجزائر الجزائر طبعا مؤخرا سيد عمر هلال أمام دول العالم في الأمم المتحدة قال لواحد الكلمة قال على الأقل صحراء المغربية الناس دي لها ما يجدوش طوابير باش يوصلوا للمواد الأساسية هاد الكلمة هدي قد كترن في الأذن دي الجزائر ونسات بأنها هملات المنطقة دي الصحراء الشرقية دي بتصور معاي هاد الصحراء الشرقية هدي إخوان لو كان بقات تحت يعني السيادة المغربية واش مكنش غد تكون بحال هكا واش مكنش غد تكون بحال هكا هدي مدينة العيون المغربية تصور معايا كمبقات تندوف تحت السيادة المغربية لو لا العداء لو لا العداء الفرنسي طبيعة الحال اللي قطع الأراضي المغربية ها تندوف وها العيون شنو كي شنو الفرق ما بين تندوف والصمارة يعني كتفرقهم يعني بضعات كيلومترات شوف صحراء المغربية كيفاش ولات واتش على شراء كي الوفود حاليا كي تطالعوا على نماء اللي وصلت له المنطقة وليقدرت المملكة المغربية تحققوا منذ سنة 1975 إلى يومين هذا شوفوا مدينة العيون كيفاش دايرة وشوفوا تندوف كلها غبرة وكلها عجاج وكلها خيم وكلها قياطن وكلها تمركحلة شوفوا الفرق دا با سؤالي متروح جزائر بغا تخدم البنية التحتية ديالتين دوف لمن وش بغا تخلي البوليزار يستقروا ولا شنو بغا تبتضبط وهي عارفة بأن الميلف انتهى شنو بغا تجزائر تحقق من البنية التحتية ديالها من خدمة البنية التحتية أو العودة لمحاولة خدمة البنية التحتية ديال السحراء الشرقية أعلنت الجزائر عن إنجاز مجموعة من المشاريع في تندوف بهدف تحقيق النهوض الاقتصادي في المنطقة بعد عقود من الإهمال جراء تحويل المنطقة إلى معقل لجبهة البوليزاريو الانفصالية التي يستعملها النظام الجزائري كأداة للصراع مع المغرب على إقليم السحراء وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفق ما نقالته الصحافة الجزائرية إن المشاريع التي يتم إنجازها في المنطقة ومن بينها مشروع خط المنجمي للسكة الحديدية بشار تندوف غارج بيلات ستحول ولاية تندوف إلى قطب صناعي وتتزامن هذه التحركات في تندوف مع إعلان وزير الداخلية الجزائري في الأيام القليلة الماضية عن قرب افتتاح معبرين بريين مع موريطانيا حيث أشار إلى أن أشغال إنجاز المعبرين البريين الحدوديين قد بلغت نسبة الإنجاز فيهما إلى 99% وقال ذات المسؤول الجزائري إن المعبرين الحدوديين الذين يعبران تندوف إلى موريطانيا سيعطيان انطلاقة قوية للعلاقات التجارية بين الجزائر والعديد من البلدان الإفريقية هنا تحديداً نقف عند النقطة هذه لأن هنا محاولة لمواجهة الخطة المغربية المخطط المغربي هنا الجزائر كتير كتحاول تواجه المخطط المغربي لكن نسات أن تندوف ما جايش في الطريق الطريق هو الطريق ديال الموحيط الأطلسي اللي عند المملكة المغربية الطريق اللي رسمها جلالة الملك محمد السادس مصره الله مؤخراً وفتح المجال للطول الإفريقية للوصول إلى الموحيط الأطلسي عمر لي ما تقدرش تحققه الجزائر طبيعاً الحال إلى مفتحتها المعابر مع موريطانيا ففين ما هو قرب تمر على موريطانيا المملكة المغربية ولا تمر على الجزائر عدز على موريطانيا هذا هو السؤال كيف قام تروح فكن أكد لكم الإخوان أن الرغبة الجزائرية هي الغلق الأبواب غلق الأبواب على المملكة المغربية جزائر بغت تغلق الأبواب على المملكة المغربية الرغبة ديالجزائر هو أنها تغلق المنفذ ديالإفريقيا للمغرب جزائر عندها وحدة الرغبة تجعل من المملكة المغربية جزيرة في غرب شمال إفريقيا هذه الرغبة ديال الجزائر جزائر مكرهات تشتغلق من جميع الجهات على المملكة المغربية ناضي المغرب جوبها بمشروع ديالرب تقاري جوبها بمد اليد الدول الإفريقية من أجل الوصول للموحيد الأطلسي هذا هو الرد ديال المملكة المغربية حاليا هذا الشيء بشربطات المملكة المغربية على الجزائر هذا هو الجواب ديال المملكة المغربية على الجزائر الرد الحقيقي على الجزائر هو هذا في طريقة الحال هذا الشيء اللي كانت ديره ده بالجزائر كان عليها تديره في سبعينيات القرن الماضي أنها تخدم البنية التحتية ديالتين دوف ولا تحاول أنها ترجع الصحراء الشرقية ولا تفتح معابر هذا الجزائر كانت تديره سبعينيات القرن الماضي لا تحسن الأمر العالم كله عنده نظرة وحدة علاش لين غادية للصحراء المغربية من بعد ما طاقة الأحفورية من بعد القرار اللي اتخاذ أمس في مؤتمر الكوب 28 بالإمارات العربية المتحدة ديال يعني أن العالم ما يبقاش يعتمد على النفط وشوف سبحان الله العظيم مباشرة من بعد القرار هذا اللي اتخاذ كتلقى سعر الخام بدك ينخافض يعني هذا الشي اللي كتعتمد عليه الجزائر في الاقتصاد ديالها من أجل يعني النمو الاقتصادي ديالها تضرب في الصفر تضرب في الصفر دبا حاليا رسميا البارح تخاذل القرار ديال أن الدول اللي كتعتمد على النفط وتمشي تقلب على الاقتصادات أخرى عاد نطل الجزائر قلك شنو بغا تحل معابير أش بغا تدير في موريطانيا شنو غا تزل حديث ديال الموريطانيا من غرج بيلات إلى الداتو المغرب را عندو في الحصة دياله محاكم بيناتنا وشنو غا تيجيب لها هاد الحديد وش حا تدير المصاريف خسا تصرف عليه باش وصلوا لموحيط الأطلسي كيفاش غا تدير له هاد شي هادا كامل الجزائر جزائر كتر قصر قصص ديك المدبوح لا أقل لا ولا أكتر فهذا اللحظات هدي كنأكد لكم متابعينا كيرا ندوزو الخبر الموالي وانا قد نمشيو لمواكبة الزيارة ديال سيد ألباريس للمملكة المغربية سيد ألباريس جاي بميلفات مهمة جاي بميلفات مهمة واتشي اللي قد ننقشوه في هاد الخبر هذا أول شي سيد ألباريس قبل ما يتلقى مع نظيره المغربي سيد ناصر بوريطة دار واحد المقابلة مع رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش هاد المقابلة هدي لم يتم الإعلان عنها مسبقا هذا هو الأمر سيد وصل أمس بالمساء مع الصبح كان عنده لقاء مع رئيس الحكومة المغربي نقشو مواضع مهمة لكن قبل ما ندوزو نشوفوه قبل ما نتحدثوه على السبب الأساسي ديال الزيارة ديال ألباريس للمملكة المغربية اللي هو واضح اللي تشي حاجة ما كتجي من الفراغ وأصلا المملكة المغربية هي اللي قدمت الدعوة لمناقشة مواضع مهمة جدا بين إسبانيا والمغربي قبل ما ندوزو نقشوها ونقشوه هذا الأمر هذا نشوفو كيفاش جل لقاء ديال ألباريس بأخنوش اليوم اللقاء الذي لم يكن معلن عنه سابقا التقى وزير شؤون الخارجية الإسباني خسي مروي الألباريس برئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش اليوم الخميس في إطار زيارته للرباط وهي الأولى لها خارج إسبانيا في هذه الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات 23 من يوليوز ألماني وأتاح الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه مسبقا للجانبين مناقشة جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية أهمها الهجرة والقضايا الاقتصادية ووفقا لمصادر ديبلوماسية حسب ما ورد في وكالة الأنباء غير رسمية أوروبا بريس استمر اللقاء لما يقارب النصف ساعة تقريبا حيث تم الحديث أيضا عن تنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال ومن المنتظر الآن أن يلتقي ألباريس بنظيرة السيد ناصر بوريطة في إطار زيارة بدعوة من الرباط يسعى البلدان من خلالها إلى إعادة إطلاق خارطة الطريق المتفق عليها في أبريل من سنة 2022 بعد الاعتراف تاريخي لإسبانيا بمغربية سحراء والتي أنهت جمود ديبلوماسي بين البلدين سببته الجزائر ورعيتها البوليزاريو داما لما يقارب السنة فالأساس ديالها الزيارة هدي هو اللي غدي نشوفه دابا الزيارة ديالوزير الخارجية الإسباني للمغرب والأهمية ديالها للإسبان قبل المغرب طيب الحل إخوان إسبانيا خدمت بكل دكاء خدمت بكل دكاء منذ الاعتراف بمغربية سحراء قدرنا نقول لكم كما قالها ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق يعني أهم خطوة قدرها بيدلو سانتيز والاعتراف بمغربية سحراء كنا نقولوا غدي تأثير له على الحملة الانتخابية لكن ما أثرتها على شيء حاجة بالعكس إسبان كانوا أذكى وعرفوا بأن الرئيس ديالهم ذكي رئيس الحكومة ديالهم ذكي الدكاء دياله والاعتراف بمغربية سحراء اخدا أهم خطوة أهم خطوة اخداها في تاريخ الحديث ديالإسبانيا هو الاعتراف بمغربية سحراء والله ما كان بلغى لإخوان بدون أي مبلغة الخطوة اللي اخداها بيدلو سانتيز بالاعتراف بمغربية سحراء كانت من أهم الخطوات اللي اخدتها الحكومة الإسبانية يعني في العهدة السابقة ودابا كيكمل على خارطة طريق لتبنات ما بين المغرب وما بين إسبانيا شنو هي أهم الأمور التي تقود والأهم الملفات اللي جاي بها الباريس للمملكة المغربية أولها ترصيم الحدود البحرية ترصيم الحدود البحرية وتحديداً محيط الأطلسي من ناحية ديال أرخابي الكاناري أو جزر الخاليدات هذه أهم يعني الأمور التي تقود السيد الباريس إلى المملكة المغربية حالياً ورسمياً تم الإعلان على الاستغناء على الطاقة الأحفورية في أفق سنة 2050 لكن هذا الأمر هذا سيتم تدريجياً وكينجوج ديال المحطات مهمة في الحياة ديال البشرية كعامة المحطة ديال 2030 واللي غادي يحبس فيها الإنتاج ديال السيارات اللي كتعتمد على الطاقة الأحفورية اللي كتمشي بالبنزين العادي وغادي يبدأ فقط إنتاج سيارات اللي هي يعني كتستعمل الهيدروجين الأخضر وكتستعمل الكهرباء اللي كتمشي بالكهرباء والهيدروجين الأخضر هذا هو المخطط يعني ابتداء من 2030 فمن 2030 حتى 2050 كنا نظروا على العشرين سنة غايتم استغناء تماماً على السيارات اللي كتمشي بالبنزين يعني عشرين سنة غايكون أكتر من كافي الوقت بجي تم استغناء على هاد السيارات اللي كتمشي بالبنزين هذا هو المخطط ديال العالم فبطبيعة الحال كيفاش ديال العالم غادي قدر يحصل على الاحتياجات دياله من لواحات الشمسية ولا من البطاريات ديال السيارات الكهربائية كي ينحل واحد هو جبل التروبي وهذا هو السبب الأساسي ديال العلاقات الجيدة الممتازة ما بين المملكة المغربية و ما بين إسبانيا دولتان كي يخدموا بالعقل كي يخدموا بالحكمة كي يخدموا بالديبلوماسية بعكس الجيران اللي عندهم في الشرق جنوب شرقي ديال إسبانيا والشرق ديال المملكة المغربية هذا الجار هذا اللي مخدمش دماغ دياله و أقلوا عليها الإخوان غادي يندموا عن النهار اللي عادوا فيه المملكة المغربية شوفوا التفاصيل ديال الزيارة ديال السيد الباريس ترسيم الحدود البحرية والجمارك التجارية أهم ما يحمله الباريس للريباط بعد مرور تسعة أشهر على انتهاء أعتدر بعد مرور تسعة عشرة شهرا على انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و إسبانيا والتي انتهت بالاعتراف الإسباني بمغرب السحراء وأكثر من عشرة أشهر منذ الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر تاريخي أو فدر رئيس الحكومة بيدرو سانتيز وزير الخارجية خاصة مارويل ألباريس إلى الريباط بهدف إحياء العلاقات بين البلدين إذ قصر سانتيز مرة أخرى التقاليد من خلال عدم بدء ولايته بزيارة إلى المغرب لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لرئيس ديبلوماسية الإسبانية إذ كانت المملكة المغربية هي أول ويجهة رسمية بعد اجتماعين حكوميين واعدين على أعلى مستوى عقدة خلال فترة عشرة أشهر في العاصمة الريباط وتنمى الاتفاق فيهما على خارطة طريق ثنائية طموحة فإن التوازن بالنسبة لإسبانية ليس أكثر من مجرد هدوء ويحمل الباريز ملفات مهمة أبرزها فتح جماريك تجارية والذي ظل مؤجلا إلى أجل غير مسمى وملف ترسيم الحدود البحرية خصوصا في الموحيط الأطلسي قبالة سواحل أرخابي الخاليذات والتي تزخر بثروة مهمة تحت الماء أبرزها جبل التروبيك الغني بالمعادن التي يعول عليها العالم للاعتماد على الطاقات المتجددة وبدأ البرنامج الرسمي للزيارة بعد ظهر أمس باجتماع عمل بين رئيس ديبلوماسية ومجموعة من المغاربة من أصل إسباني وستستمر في وقت مبكر من صباح اليوم بزيارة للطريح ستتاح له الفرصة لتجشين نموذج المركز الجديد الذي سيتم بنائه بالعاصمة المغربية حيث تتوفر إسبانيا على عشرات المدارس والمعاهد كذلك تالى ذلك لقاء مع السيد رئيس الحكومة ومن بعد ذلك مع سيد ناصر بوريطة نظير الباريس وزير الخارجية المغربي هذو هما الأمور التي قادت سيد الباريس إلى المملكة المغربية وندوزو الخبر الأخير متابعين الكرام باش نختمو الفيديو دينا أمر متير للقلق كيف تسمعوا الأخوان أمر متير للقلق كما عرفتوا مجلس المنافسة رغما عن أن الأمور يعني تشوبها عدة شكوك من استعمال الوجهيات والمحسوبية والزبونية والمحسوبية في المعاقبة ديال ديال ديالشركة ديال ديال رئيس الحكومة إلا أن كما قلنا لكم سابقا صعب بزاف يكون حاميها حراميها كي يقولوا أخوتنا المصريين نقولوا هاش حناية صعب بزاف يكون واحد سيد اللي عنده شركات كبيرة في البلاد هو اللي كي حكم الحكومة صعب بزاف لأن الأمور يعني ما كتب الشرج بالخير أخ نوش يغير نصف أعضاء مجلس المنافسة بعد معاقبة أفريقيا نتيجة ممارستها الاحتكارية ووزير سابق من بين المعينين الجدد شوفوا التفاصيل بعد ثلاث أسابيع فقط على قرار مجلس المنافسة معاقبة تسع شركات متخصصة في القطاع المحروقات إلى جانب منظمتها المهنية بتغريمها مبلغ 1.84 مليار درهم في إطار تسوية تصالحية بسبب ممارستها الاحتكارية وفي مقدمتها شركة أفريقيا المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنج وقع هذا الأخير مرسوما بتغيير نصف أعضاء المجلس نصف أعضاء المجلس وشمل التغيير 6 أعضاء من بين 12 بناء على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 8 دجمبر 2023 يعني من بعد العقوبات والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم 11 دجمبر 2023 وذلك بعدما لم يتم تجديد عضوية المعنيين بالأمر على الرغم من أن القانون يتيح إمكانية ذلك لمرة واحدة إضافية مدتها 5 سنوات في حين كان أبرز من معينين الجدود الوزير السابق عثمان الفيردوس وطال التغيير الذي شمل الأعضاء الذين تولوا مهامهم في دجمبر من سنة 2018 العضوين الممثلين للقضاة بصفتهما نائبين للرئيس ويتعلق الأمر بكل من عبدالغني أسنينة وجهان بن يوسف الذين عوضهما كل من شيماء عبو وعادل بو كبير وذلك رغم أن القانون ينص على أنه بالإمكان جديد عضوية في هذا المنصب مرة واحدة بعد انتهاء سنوات الخمس الأولى وبالنسبة الأعضاء الأربعة من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة فقد تم الاحتفاظ بكل من عبدالعزيز طالبي في منصب نائب الرئيس وعبدالحق في حين عين كل من عادل هدان وعبدالسلام بن عبو عضوا عن عبدالطيف المقدم وبن يوسف الصابوني وشمل التغيير مقعدا واحدا من بين مقعدين مخصصين لذوي الاختصاص في المجال القانوني حيث عين مونير مهدي خلفا لعبدالطيف الحاتمي واستمر حسن أبو عبد المجيد في موقعه نائبا للرئيس وكان أبرز المنتحقين بتشكيلات مجلس منافسة وعثمان الفردوس وزيد الثقافة والشباب والرياضة من ما بين 2020 و2021 وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار خلال الفترة ما بين 2017 و2018 وذلك باعتباره عضوا يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج أو توزيع أو الخدمات وفي هذا الموقع المكون من ثلاث مقاعد لم يتم جديد ولاية سلوى قرقاري المحسوسي لمدة خمس سنوات أخرى وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك ويتعلق الأمر ببعزة الخراطي فهنا كنشوف كما قلنا سابقا المتابعين الكرام أن أي خطوة قد يقوم بها رئيس الحكومة إلا وسوف يتم انتقاذه وخاصه يقبل الانتقاذ لأن سيد عنده شركات كبيرة في المملكة المغربية شركات اللي كتخدم يعني في هذه البلاد والمصالح ديالها بطبيعة الحال في هذه البلاد ف باش يعني كتكون أنت هو القاضي وأنت هو المتهم هذا هو الوصف اللي غدين أعطيه لها المسألة هذه أنت هو القاضي وأنت هو المتهم ستصبر الانتقاذات ديال الناس وفعلا الناس من حقها تنتقد الناس من حقها تنتقد الشي اللي كيوقع علاش لأن السيد رئيس الحكومة شركة دياله يعني اللي خصو هو يكون عبرة لبقي المواطني المغربة في الوفاء والإخلاص والخدمة ديال لهاد البلد هذا قامس بخروقات وتعاقبات من تعاقبات تعاقبات من هذا المجلس المنافسة اللي كالقوا يعني النص دياله كيتحيد فهذه اللحظة هذي مباشرة من بعد المعاقبة ديال الشركة ديال أفريقيا فلكم واسع النظر المتابعين الكرام خليونا بتعليق ديالكم واش حنا مخطئون واش نسيء نضن شنواقع بالطبط واش سيد يعني غرهم زيان غديم زيان وحنا اللي رحناك نخربقو ولا شنواقع بالتفصيل لأن هاتش هذا ما كيبغيره الله سبحانه وتعالى للعبد وحنا الواجب علينا أننا نقوله الكلمة ديال وأي شيء شفناه يعني غير لائق تقدي المتابعين لي صنعوا من قناة المهاجر صوت ديال كل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن من حقنا نتحدثوا فكنت شكركم متابعين الكرام على الدعم ديالكم المتواصل على كل ما تقومون به من أجل قناتنا للاستمرار جزيل الشكر نشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم